تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجرها سمو رئيس الوزراء مؤخرا والتي جاءت نتائجها بفضل الله مطمئنة سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأشهد أمير دولة الكويت بالدور الرائد الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إرساء نموذج متقدم للعلاقات البحرينية الكويتية ودفع التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لصاحب السمو أمير دولة الكويت على ما أبداه من حرص بالإطمئنان على صحة سموه ما يعكس عمق العومتانة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وتلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة كما تلقى سموه اتصالا مماثلا من أخيه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة عربا خلالهما عن تهانيهما بالفحوصات الطبية الموفقة التي أجرها سموه والتي تكللت بفضل من المولى عز وجل بالنجاح داعيا الله جلت قدرته بأن يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وينعم عليه بالصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء بمملكة البحرين